بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثامن من الدرس الرابع نتعرف فيه على خواص معكوس المصفوفة الخاصية الأولى هي أن معكوس المعكوس يعطي المصفوفة الأصلية بالضبط مثل الأعداد فكما أن معكوس معكوس العدد يعطي نفسها فمعكوس معكوس المصفوفة يعطي المصفوفة الأصلية نفسها الخاصية الثانية هي معكوس المصفوف A أس K هي كما لو كنا نحسب الأس K لمعكوس المصفوف A الأصلية أي أنه يمكن التبديل بين الأس وعلامة المعكوس وسوف نأخذ عليها مثال في التالي إن شاء الله الخاصية الثالثة معكوس ضرب عدد ثابت في مصفوفة يساوي المعكوس الضرب العدد الثابت 1 على C في معكوس المصفوف A الخاصية الرابعة تربط العلاقة بين تدوير المصفوفة وإيجاد معكوسها فمعكوس مدور المصفوف A هو مدور معكوس المصفوف A إذا أخذنا مثال على الخاصية الثالثة المصفوف A مثلا تساوي 0 1 1 0 وهي خلاف منصفة الوحدة فمنصفة الوحدة الكتر الرئيسي 1 والباقي أصفار هذه الكتر غير الرئيسي 1 والباقي أصفار والمطلوب هو حساب ثلاثة A نائس واحد من الخاصية الثالثة تساوي ثلاثة أصناقص واحد يعني واحد على ثلاثة في A نائس واحد يعني تساوي واحد على ثلاثة A أصناقص واحد كيف نحسب A أصناقص واحد من نظرية التي أخذناها؟ في البداية نحسب محدد المصفوف A يساوي القطر الرئيسي 0 في 0 ناقص غير الرئيسي 1 في 1 يعني تساوي سالب 1 هذا ضرب 1 على سالب 1 ثم نبدل عناصر القطر الرئيسي 0 و0 ونغير إشارة عناصر القطر الرئيسي سالب 1 سالب 1 فتساوي هنا سالب ثلث 0 سالب 1 سالب 1 سفر تساوي 0 0 1 على ثلاثة 1 على ثلاثة الآن أحبتي مع مثال على الخاصية الثانية التي تقول لنا أنه يجوز التبديل بين الأس وإيجاد المعكوس بمعنى a-k-1 يساوي a-1k في المثال compute a-2 in two different ways المطلوب حساب 2 بطريقتين مختلفتين في الطريقة اليسرى نبدأ بإيجاد a-1 أولا ثم نرفعها لأس 2 فنستخدم النظرية نحسب أولا محدد المصفوفة a يساوي حاصل ضرب القطر الرئيسي 1 في 4 ب4 ناقص القطر الرئيسي 1 في 2 ب2 يساوي 2 فيكون a-1 1 على 2 نبدل القطر الرئيسي 1 و4 والقطر الرئيسي نغير الإشارة سالب 1 وسالب 2 أي أن الحل في النهاية 2 ناقص نص سالب 1 نص ثم في النهاية نأتي بa-1 تربيع بمعنى أن نضرب a-1 في a-1 فلو ضربنا المصفوفة a-1 في نفسها نحصل على الحل الموجود في النهاية هيا بنا نقوم بحساب a-2 بطريقة أخرى في البداية يمكننا إيجاد a تربيع أولا a تربيع معناها ضربنا المصفوفة a في نفسها فنحصل على المصفوفة 3-5-10-18 ثم بعد ذلك نأتي بمعكوس هذه المصفوفة فتكون هو a-2 كيف نحسب أولا محدد هذه المصفوفة 3 في 18 ناقص 10 في 5 يساوي 4 و50 ناقص 50 يساوي 4 فيكون معكوس المصفوفة ايه تربيع هو ربع نبدل القطر الرئيسي 3-18 ونغير عناصر القطر الرئيسي سالب 5 وسالب 10 فيكون الحل كما في الطريقة السابقة وهذا يعتبر تحقق من صحة الخاصية الثانية أنه يجوز التبديل بين الأس ومعكوس المصفوفة فيمكننا أن نأتي بالأس أولا ثم نأتي بالمعكوس أو نعكس المصفوفة أولا ثم نأخذ الأس لها ترجمة نانسي قنقر